اشراق شمس النهار كشف عن حجم المأساة ومدى هشاشة وسوء البنى التحتية في بلدات وقرى الشمال والنتيجة زحل تلال واراض وانخساف طرق وانهيار جسور غيرت معالم جغرافية منكوبة اصبحت بلدة نمرين في الظنية وبعض الاهالي اصبحوا بلا مأوى بعد ان اشتاحت السيول منازلهم هاي المنطقة منكوبة نهائيا من واس بيتنا نحن منكوبين واكتر الشي هاي بناية من ست طويبي كلها متاعتين نحن مشاردين كنت انا وعيالي نحن كلنا سواء الله قدرنا وطلعنا بخير وسلامة نحن منطلب من الدولة تساعدنا انا قلي 4 ايام ننبل بكب هون عائلتي بشردك المحل الوحيد يعني احنا منطرة باهم شيء من دولة رئيس مجلس الوزراء سيستمام سلام وهي قلع اللغاسة مثل الامار اللفتة كريمة لما نطلطنا نحن منكوبين بدون هالنكبة هاي دي فصار نكبة ثانية هاي دي المشهد نفسه في بلدة قرصيت المجاورة المأساة نفسها فضلا عن اقفال المدارس لليوم الثالث على التوالي بسبب حجم الخراب كارثة شتي فعنا عطلت البنية التحتية والكهرباء والمي والصرف الصحي كله معطل انا اليوم دعت لاجتماع ونشاكل لجنة لدرسة تقييم الاضرار الحياة رئيس بلدية سير الضنية احمد علم اعلن في مؤتمر صحفي عن قرار رؤساء البلديات الاستقالة من المجالس البلدية في حال لم تهتم الحكومة بمعالجة اثار الكارثة التي ضربت المنطقة في اجتماعات بالاتحاد البلديات ومهددين نحن هلأ 24 رئيس بلدية بالطنية بالاستقالة ونفلت البلد يعني ما نعود نطعط بأمور شأن العام لانه نحن ما نخرج ولا فينا عم نوصل الناس لحقوقها اضرار العاصفة وما خلفته من مأسي حملها النواب احمد فتفة وقاسم عبدالعزيز وكاظم الخير الى رئيس الحكومة تمام سلام مطالبين بالعمل على اصلاح الاضرار الكارثية التي لحقت بالمواطنين اتفقنا مع دولة الرئيس ان تتم المعالجة على سلاسة مراحل المرحلة الاولى هي مرحلة طارئة ستقوم بها الهيئة العليا للاغاسة المرحلة السينية ما ستقوم به الوزارات ونقطة السالسة هي ما الدعم الكبير الذي المطلوب من قبل مجلس الوزراء لمعالجة هذه المنطقة المنكوبة لان ما لدى الوزارات وما لدى الهيئة العليا للاغاسة لا يكفي لمعالجة هذه الامور واشار النواب الى ان الرئيس سلام ابلغهم بانه يتابع لحظة بلحظة نتائج هذه الكارثة وانه اعطى تعليماته منذ السبت الماضي الى الوزراء المعنيين والمسؤولين في الهيئة العليا للاغاثة وجميع الاجهزة المختصة لمباشرة مسح الاضرار فورا تمهيدا للشروع سريعا في عمليات اعادة التأهيل وتعويض الاهالي المتضررين